حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الفرق بين التوكيلات العامة والخاصة واثارها كونونية. النهاردة هنتكلم عن ايه الفرق بين التوكيل العام والخاص وتعمل كل واحد فيهم لمين وامتى? وقل لي امنك فيهم في حالة شراء اي بيوع? وايه الحل لو عملتي توكيل رسمي عام شامل لحد? والشخص ده تلعى غير اهل للسكن. اولا لازم نعرف يعني ايه توكيل? عرف القانون المصري توكيل واعقود الوكالة والتزمات كل من المواكل والوكيل في المواد ستمائة تسعة وتسعين الى المادة سبعمائة وسبعة أشهر من القانون المديني. اولا هنتكلم عن التوكيل الخاص. الوكالة الخاصة هي وكالة محددة بتصرف معين في موضوع واحد فقط. التوكيل الخاص لا يجوز الغاءه الا في حالات محددة فقط بكبول الطرفين. وان كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز الغاءه الا بقبول الموكل. ولا تنتهي الوكالة بوفاة اي من الوكيل او الموكل في هذا النوع. التوكيل الخاص بيتم استخدامه لمرة واحدة فقط وما انفعش اننا نطلع على صورة رسمية منه. لكن يوز فقط اننا نطلع شهادة بيانات من الشهر العقاري. التوكيل بيبقى خاص بتصرف معين مثل اشراء سيارة او شقة او كتعة ارت. ثانيا الوكالة العامة. والوكالة العامة هي وكالة للشخص غير محددة بتصرف معين ولا محددة حتى بفترة زمنية. زي التوكيل الحرك بتعمله للمحامي او التوكيل الرسمي العامي الشامل اللي بيبيح للوكيل برام كافة التصرفات القانونية نيابتها عن الموكل. وكذلك اعمل الادارة والتعامل مع البنوك في السحب والادع. وكذلك التعامل مع كافة الجهاد والمصالح الحكومية والبيع للنفس بالنفس او للغير. او الوكالة العامة المخصصة التي لا تنتهي الا بانتهاء الغرض المحرر من الوكالة. ويجهز للوكيل الغاء الوكالة العامة في اي وقت نشاء اذا لم يشترد في التوكيل الرسمي العام انه غير قابل للالغاء الا بحضره الطرفان او انتهاء الغرض المحرر من اجل الوكالة. التوكيل العام بالقضية او التوكيل للرسمي العام الشامل او المحدد ينتهي بوفاة اي من الموكل او الوكيل. او الانتهاء العامل القانوني الموكل فيه. ويجوز توكيل الموكل في توكيل غيره في اي تصرف وكله اي موكله. يعني ان هذا حضرتك لو وكلت محامي والتوكيل المذكور فيه عبارة توكيل غير في كل او بعض ما يذكر يحقد المحامي توكيل غيره في اي عمل مخصص لحضرتك. في بعض الاحيان بيكون التوكيل العام مخصص زي عمل توكيل رسمي عام للتوكيع على عقود الاقار او الشركات. في هذه الحالة يجب على الوكيل انه يجاوز حدود الوكالة وقال لا اصبح التصرف غير نفس فحق الموكل. يعني لو حضرتك اشتريت وحدة سكنية او عقار او ارض او بيع فالطبيعي ان البيع ده بيعملك توكيل صالحة. بالبيع للنفس بالنفس او للغير. عشان يكون لحدك كفز الصلاحيات من نقل الوحدة السكنية باسمك. وتقديم طلب بالشهر العقاري. وادخال كفة المرافق وخلافه. يجوز البيع بتوكيل رسمي عام او توكيل خاص. ولكن يبفضل طبعا التوكيل رسمي العام وليس التوكيل الخاص. عشان اقدر اتصرف به اكتر من الموارد. التوكيل العام يجوز استخراج اي عدد ممكن من الصور الرسمية منه. بعكس التوكيل الخاص. طيب تعملين لحضرك عملات توكيل لحد معين والحد ده طلع غير اهل بالثقة. الزم القانون بيختار الوكيل الموكله بكافة الاعمال والتصرفات القانونية التي يكون بها. في حالة التوكيل رسمي العام الشامل لابد من حساب الوكيل موكله. في حال بيع او شراء اي منقول. وحسابه عند تسليم او استلام اي مبالغ او سحب اموال من حسابه المنكي. او اي تصرفات قانونية اخر. القانون هنا الزم الموكل بتحصيل هذا المال وتسليم الموكله. ولو ما سلموش الزمه القانون بتسليمه وفويل عليه كمان. ودل اسف في كثير من الاحيان بنجد ان البعض يكون بتحرير توكيل رسمي عام الشامل لشخص ما. يسمح بما اجابه البيع للغير نيابة عنه. ولكن نفاجأ بعد كده انه قد يقيم باستخدام التوكيل استخدام سايد. ويكون بالبيع دون علم او ارادة الموكل. في حالة رفض الموكل اليه الغاء عقد الوكالة. يجوز الغاء التوكيل الرسمي العام الشامل بدعوها في المحكمة. نصيحة لك لازم يكون معك سورة ضوئية من اي توكيل بتعمله لأي شخص ما. موضوع حلقتنا النهاردة انتهى. وما عدنا في حلقة جديدة وموضوع قانوني مختلف. يهمني دايما رأيكم لو عندكم اي افكار جديدة هكون سعيد طبعا لو شاركتوني صناعة المحتوى القانوني اللي انا بقدمه لحضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.